حرب أكتوبر العظيمة مرت بالعديد من المراحل بدءا بالتجهيزات والتنسيق بين أجهيزة الدولة انتهاءا بتسجيل النصر الزميلة فاطيمة خليل تصحبنا في التقرير المعلوماتي التالي لرصد مراحل الحرب المجيدة أهلا بكم على هذه الأرض أرض سيناء تجسدت أعظم قصص الفداء ونماذج الوفاء للوطن حيث سطرت ملحمة السادس من أكتوبر حكاية جيش لا يعرف المستحيل استراتيجية النصر في حرب السادس من أكتوبر كانت ثورة حقيقية لمفاهيم الحرب تجلت في عبقارية التنسيق المحكم والدقيق بين القوات الجوية والدفاع الجوي والمشاه والمدرعات عنصر المفاجأة كان الأهم من خلال توظيف قدرات سلاح الجو إلى جانب استعاب تكنولوجيا العصر في وقت قياسي وفي تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا بدأت معركة العزة والشرف والكرامة بانطلاق 220 طائرة مصرية في عمق سيناء حيث استعدفت مركزات العدو ونقاطه الحصينة شرق القناة في نفس الوقت قام أكثر من ألفين مدفع بإطلاق مختلف الأعيرة على طول الجبهة لقصف مواقع العدو على الجبهة الشرقية لقناة السويس وتمهيدا لملحمة عبور قناة السويس كان لسلاح المهندسين دور بارز حيث قام بتجهيز خنادق لفرق المشاه في الجبهة تكفي نصف مليون مقاتل وبلغت أطوال تلك الخنادق ألف كيلو متر وبالتزامن مع القصف المدفعي وتحت الغطاء الجوية قامت قوة الجيش الثاني والثالثة بتنفيذ ملحمة العبور حيث تمكنت باستخدام خراطيم المياه من هدم 1500 متر مكعب من الرمال مما أسفر عن حدوث 81 ثغرة في الخط بعدها قامت قوة الجيش الثاني والثالث بالعبور إلى الضفة الشرقية على دفعات متتالية وبواسطة أنواع مختلفة من الزوارق المططية كما نجح السلاح المهندسين بعمل أول كبر ثقيل وقاموا بعمل ستين ممرا بالساتر الترابي على طول الجبهة وإنشاء ثمانية كبار ثقيلة وأربعة كبار خفيفة إلى جانب تشغيل ثلاثين معدية وفي زمن قياسي سقطت كل النقاط الحصينة للعدو وسقط معها خط برليف ليتم بعدها رفع العلم المصري على شرق القناة ومع استمرار العبور وصلت قوات الدفاع الجوي مهمتها في تأمين عبور قوات المشاه والمدرعات بعد أن كبدوا قوات العدو خسائر فادحة محطات رئيسية في ملحمة عظيمة كانت ومازالت عالقة في أذهان المصريين بكل تفاصيلها لتبقى إلى أمد الظهر قصة بطولة وكرامة ورمز وطني خالص للفداء